بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط في مادتنا المهارات الحياتية والأسرية تعلمنا سابقا وتعرفنا على الإدخار والإنفاق اليوم بإذن الله سوف نكمل مهارات الشراء الرقمي يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أن يوضح المقصود بالتجارة الرقمية يعطي أمثلة لأنشطة التجارة الرقمية يحدد مفهوم الشراء الرقمي يميز بين التأثيرات الإيجابية والسلبية للتجارة الرقمية يقارن بين إيجابيات وسلبيات الشراء الرقمي وأخيرا يستنبط بعض الإرشادات المتبعة عند القيام بالشراء الرقمي مفاهيمنا الرئيسة الشراء الرقمي تعرفنا في الحصة السابقة على الإدخار تعلمنا ما هو الإدخار وهو اقتطاع جزء من الدخل وحفظه دون استهلاكه تعلمنا كيف ندخل وتعرفنا على المشروعات الصغيرة وأنواع المشروعات الصغيرة بالطبع تعد شبكة الإنترنت أسهل وسيلة لجمع المعلومات وتبادلها بين الأفراد في العالم بدون قيود الحواجز الجغرافية قد تحدد ذلك إلى أن أصبحت تستخدم لتبادل السلع والتسويق والخدمات لتكون أساساً لتطوير ما يسمى بالتجارة الرقمية إذن ماذا أقصد بالتجارة الرقمية؟ أعرف التجارة الرقمية بأنها عمليات البيع والشراء وممارسة عروض التجارة لجميع المنتجات والبضائع إلكترونياً وتعد التجارة الرقمية واحدة من أبرز الظواهر التي تميز المجتمعات الرقمية ومواطنيها حيث أصبحت تشهد أو تشهد إقبالاً في التعاملات اليومية وإبرام العديد من الصفقات على شبكات الإنترنت كيف تتم عملية التجارة الرقمية؟ تتم عبر أي قناة كانت مثل مواقع التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية بعض التطبيقات وباستخدام أي جهات إلكتروني مثل أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية وكذلك الأجهزة اللوحية إذن استخلص تعريف التجارة الرقمية هي عملية البيع والشراء وممارسة عروض التجارة لجميع المنتجات إلكترونية نريد أن نعطي أمثلة ما هي الأنشطة التي تستخدم في التجارة الرقمية؟ استخدم البيع الشراء التسويق خدمة العملاء خدمة التوصيل وأخيرا الدفع الإلكتروني كل هذه المسميات تطلق عليها أنشطة التجارة الرقمية من بيع، شراء، دفع إلكتروني، تسويق، خدمات التوصيل، وخدمات العملاء تذكر أهمية الالتزام بالسلوك الرقمي الذي يشمل القوانين والقواعد السلوكية في عمليات البيع والشراء الرقمي إذن الآن أنتقل تعرفت على التجارة الرقمية ما هو الشراء الرقمي؟ ماذا أقصد بالشراء الرقمي؟ هو شكل من أشكال التبادل التجاري الذي يتم بين الشركات والمستهلكين عن طريق الوسائل الإلكترونية أي عملية فيها تبادل تجاري يطلق عليها شراء رقمي الآن أريد أن أتعرف على التأثيرات إيجابية أو سلبية للشراء الرقمي أو للتجارة الرقمية لدينا من التأثيرات الإيجابية تسريع العمليات التجارية من بيع وشراء وتبادل معلومات تجارية بشكل أكبر إذن سرعة في الوقت أيضا توفر درجة عالية من الرفاهية في تقديم الخدمات حيث تسهم التجارة الرقمية في إيصال السلع إلى أي مكان يكون فيه المستفيد إذن ذكرنا أنها أسرع في الوقت الحصول من أي مكان من أي دولة أيضا توفر لديك الجهد والوقت لدى المستهلك أيضا تستطيع الحصول على أفضل الأسعار من خلال استعراض عدة مواقع أقوم بمقاردة الأسعار هذه إيجابيات التجارة الرقمية لكن ما السلبيات؟ ما الأشياء التي قد تحدث فيها خطأ من التجارة الرقمية؟ قد يحدث تلاعب قد يحدث اختراق للبيانات البنكية للبائع والمشتري قد تحدث أيضا عمليات النصب والإحتيال بسبب صعوبة التحقق من شخصية المتعاملين أيضا قد يحصل خداع للمستهلك بإيصال سلعة تختلف عن السلعة المعروضة أمامك قبل الشراء إذن كانت هذه إيجابيات التجارة الرقمية وتأثيراتها السلبية تعتبر التجارة الإلكترونية أو ما يسمى بالتجارة الرقمية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ولمواكبة النمو المتسارع لتجارة الإلكترونية والمخاطر المصاحبة لها على المستهلكين فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتطوير أنشطتها في المملكة الآن السؤال لديك في نشاط رقم واحد من وجهة نظرك قارن بين إيجابيات والسلبيات الشراء الرقمي تذكر أي سلعة قمت بشرائها ما الإيجابيات كانت لديك ما السلبيات التي قد حدثت لك إيجابيات الشراء الرقمي أحسنتم قد تحصل على عروض جيدة ذكرنا من خلال المقارنة بأحد المواقع وفرت لدينا الوقت والجهد التسوق في المتاجر في أي وقت إذن لا نلتزم بوقت محدد مقارنة أسعار السلع بسهولة شراء سلع مستعملة بسعر أقل ولكن ما السلبيات التي قد تحدث من الشراء الرقمي قد يحدث اختراق للمعلومات الشخصية للمتسوق قد أجد مواقع تسوق غير موثوقة المصدر أيضا قد يحدث لدي مشكلة في الشحن في التأخر في التسليم أيضا قد يكون تسليم المنتجات غير صالحة إذن صحح إجابتك على الكتاب ما بين إجابيات الشراء الرقمي وسلبياته تذكر تساعدنا المهارات الرقمية الأساسية على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي بيسر وسهولة الآن أريد أن أتعرف على الإرشادات التي يجب علي اتباعها عندما أقوم بأي عملية من عمليات الشراء الرقمي سواء كانت بيع، شراء، تسويق أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الشراء الرقمي ذكرنا بالإيجابيات، ذكرت السلبيات أريد أن أتعلم الإرشادات كي أتابعها قبل إجراء أي عملية من عمليات التسوق أو الشراء الرقمي أولا، يجب عليك أهمية الرجوع لوالديك قبل البدء بإجراءات الشراء الرقمي أيضا، أستخدم برامج الحماية من الفيروسات سواء في الأجهزة النوحية أو في الهواتف الذكية ثالثا، من المهم جدا عليك استخدام كلمات مرور مختلفة قوية لكل تطبيق من التطبيقات التي تتسوق منها كي لا يتم الإختراق أربعة، أهمية الإطلاع على آراء المتسوقين السابقين ممن قاموا بشراء نفس المنتج للتعرف على جودته إذن، ارجع إلى والديك قبل الشراء استخدم برامج حماية من الفيروسات كلمة المرور تكون مختلفة وقوية في التطبيقات اقرأ التعليقات والآراء ممن شروا السلعة قبل قيامك بشرائها أيضا، ننتبه للتحذيرات الأمنية مثل التحذير من المواقع الإلكترونية غير الآمنة قد يأتي هناك تحذير أمني إذن أبتعد عن هذا الشراء الرقمي مراجعة الكشوف للحسابات البنكية خاصة بطاقتك الإئتمانية حاول تخصيص بطاقة واحدة فقط لعمليات التسوق الإلكتروني أيضا، دائما عند شرائك ارجع إلى الأعلى في صفحة الأول المتصفح تجد HTTPS هنا نلاحظ انتهاء بحرف الـ S بدلا من الـ HTTP إذا كانت الـ S، إذن هنا مصادر موثوقة ومواقع آمنة قبل إدخال معلوماتك الشخصية أو البنكية بهذا الشيء، ستستطيع أن تنجح في عمليات الشراء الرقمي أيضا، لدينا بعض الإرشادات تجنب النقر على الروابط التي تراها في الرسائل على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع التواصل الاجتماعي أحذر من التطبيقات والمواقع المزيفة عن طريق تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات الرسمي كذلك، لا تزود مواقع التجارة الإلكترونية بمعلومات أكثر من المطلوب عند تسجيل الحساب أو التسوق لا تقم بمشاركة معلومات بطاقتك الإئتمانية عبر القنوات غير الآمنة مثل مواقع التواصل الاجتماعي إذن كانت هذه الإرشادات للقيام بعملية الشراء الرقبي أو التجارة الرقمية تذكر أيضا أهمية حماية بياناتك الشخصية عدم كشفها، عدم الإفصاح عنها للآخرين مهما بلغت الثقة فالبيانات الشخصية تخص الفرد نفسه وتقع ضمن مسؤولياته وفقدانها قد يعرض الفرد للوقوع في مشكلات كثيرة هنا لدينا الهيئة الوطنية للأمن السبراني حارصة المملكة العربية السعودية على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين وتطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن السبراني الوطني والإشراف عليها النشاط رقم اثنين تتنافس المتاجر الإلكترونية في تقديم بعض الخدمات الإضافية للمتسوقين دون بعضا منها عند دخولك لبعض مواقع الشراء الرقمي تجد المنافسة في السلع مثل ماذا؟ نذكر تقديم كوبونات والخصومات أحسنتم تقديم هدايا عند شرائك لمنتج الشحن المجاني أيضا خدمة الاستبدال والاسترجاع تقصيط المشتريات كل هذه تشمل التنافس بين مواقع التسوق من الخصومات والهدايا والشحن المجاني والتقصيط والاستبدال والاسترجاع الآن نريد أن أتعرف كيف تتم عمليات الشراء الرقمي تعلمنا الإرشادات والإيجابيات والسلبيات أريد أن أتعرف كيف تتم عملية الشراء الرقمي تعد طريقة الشراء من المواقع الإلكترونية متقاربة إلى حد ما فجميع المواقع تتطلب عمل حساب يشتمر على المعلومات الأساسية يطلب منك أن تدون الاسم رقم الهاتف العنوان بالتفصيل ويقوم المستهلك بعد إتمام عملية التسجيل أو قبلها بالبحث عن المنتج المراد شراءه ومن ثم إضافته إلى سلة مشترياته وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ الطلب واستكمال باقي الخطوات حتى يتم تأكيد الطلب تذكر أيضاً تفادي الابتعاد عن الروابط الإلكترونية والرسائل النصية المشكوك بها قد تكون في بعض الحالات محاولة اختراق من المخترقين لسرقة معلوماتك وحساباتك البنكية لأي مستخدم كان النشاط ألف أتوقف الآن لمدة دقيقة الجهل بمهارات الشراء الرقمي عند استخدام المواقع أو التطبيقات الإلكترونية يؤدي إلى وقوع تجارب وخبرات سلبية أكتب الدروس المستفادة من تجربة مررت بها أو أحد أفراد عائلتك أو قرأتها مع ذكر المستر وناقشها في الصف لنشر الوعي بمهارات الشراء الرقمي هذا النشاط لديك أن تتوقف لحله متروك لك أيضاً اذكر بعض القصص التي مرت من اختراق أو من عدم ثقة أو من نجاح إلى خبرات أو تجارب سلبية وقم بسردها على المعلمك وعلى زملائك الطلاب النشاط باء يقبل الكثير أو يقبل الكثير من الأشخاص على التسوق الإلكتروني عن طريق المواقع الإلكترونية نظراً لسهولته ولكونه مسلياً ولكن بعض الناس يصل الأمر بهم إلى حد الإسراف في هذا الشراء دون الحاجة بالتعاون مع أسرتك دون إرشادات التوعية للمستهلك الإلكتروني تذكر نقرأ منها بعض الإرشادات وقم كذلك باستشارة أحد والديك لوضع نصائح توعوية للمستهلك الإلكتروني منها يجب علينا التسوق في وقت الخصومات والعروض الأسبوعية ثانياً أقسم التسوق على شكل دفعات خلال الشهر وليس دفعة واحدة أيضاً أقم بتعبئة عربة التسوق من المنتجات وأضعها لمدة يوم يومين ثم أرجع إليها قد تكون قلة الرغبة بشرائها وبالتالي تم توفير جمع قسائم الخصم والرموز الترويجية واستخدامها في عملية الدفع إذا كانت لديك إرشادات توعوية أخرى دونها على كتابك ننتقل الآن إلى التطبيقات السؤال الأول ضع رقم المصطلح أمام المفهوم المناسب له المشروع الإدخار التجارة الرقمية السلوك الرقمي المشروع أحسنتم هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع خلال فترة زمنية محددة ما هو الإدخار؟ ممتاز هو اقتطاع جزء من الدخل وحفظه دون استهلاكه ماذا أقصد بالتجارة الرقمية؟ هي عمليات البيع والشراء وممارسة عروض التجارة لكافة المنتجات والبضائع الإلكترونية ماذا أقصد بالسلوك الرقمي؟ أحسنت مجموعة من القوانين والقواعد السلوكية التي يجب أن يتحل بها المواطن الرقمي؟ صحح الإجابة كما هي واردة أمامك على الكتاب الآن السؤال رقم 2 قيم الممارسات التالية عاداتك في الصرف بعاداتك في الشراء الرقمي ما هي إيجابياتك؟ سلبياتك في الصرف هنا ما هي إيجابياتك وسلبياتك في الشراء الرقمي؟ نذكر في الصرف الإيجابية أقوم بشراء العروض التوفيرية ممكن لديك إيجابيات أخرى دونها على الكتاب هنا على سبيل المثال النواحي السلبية بأنني أقوم بشراء الأغراض دفعة واحدة عاداتك في الشراء الرقمي إيجابياتي أنني أتسوق في أي وقت أستطيع أن أحصل على عروض الشحن أستطيع الاستبدال والاسترجاع لكن ما هي النواحي السلبية؟ هي قد تتأخر عملية الشحن قد يحدث عدم مطابقة بعض السلع المعروضة في مواصفاتها بالواقع انتهينا نقوم الآن بتصحيح الإجابات أي نواحي إيجابية سلبية لديك قم بتدوينها سواء عاداتك في الصرف أو عاداتك في الشراء الرقمي السؤال رقم ثلاثة أمامك مجموعة من الصور الدالة على عمليات الشراء الرقمي دون العملية المناسبة لكل صورة فيما يلي شاهد معي هذه الصور كل صورة من الصور تدل على عملية من عمليات الشراء الرقمي الصورة الأولى إضافة السلع إلى عربة التسوق نشاهد الآن أمامنا عربة التسوق الصورة الثانية نلاحظ هنا عملية البحث عن العروض المنافسة أيضا هنا HTTPS ذكرنا أنها تسوق في مواقع آمنة أو التسوق الآمن عبر الإنترنت أحسنت هنا التسوق عن طريق التطبيق أقوم بتحميل التطبيق الآمن الموثوق هنا إمكانية ماذا؟ الدفع بواسطة البطاقة البنكية صحح الإجابات كما شاهدناها في الصور عربة التسوق التسوق الآمن البحث عن العروض المنافسة تسوق في التطبيق ودفع بواسطة البطاقة البنكية دون السلوك الشرائي للشخصيات الآتية ما هو السلوك الشرائي للبخيل؟ ما هو السلوك الشرائي للمسرف؟ ما هو السلوك الشرائي للمدخر؟ البخيل يشتري أقل من حاجاته الأساسية المسرف العكس من ذلك يشتري كل ما يريد سواء كان بحاجته أو دون حاجته المدخر هو من يحتوي على الوسطية بأنه يحرص على شراء الأغراض الأساسية الهامة ويحتفظ بمبلغ الادخار انتهينا من تدوين السلوك الشرائي لكل من البخيل المسرف والمدخر وبذلك نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم في مهارات الشراء الرقمي شكرا لكم ولمتابعتكم أعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته